كلنا على منصة الفيسبوك عندنا صفحات سواء صغيرة أو كبيرة معرضين للاختراك في لحظات يعني قبل كده شرحنا طرق اختراك الصفحات عن طريق الرسائل عن طريق الاعلانات عن طريق اللينك اللي بيحطه لك ترهيب عن طريق المشاركات كل الطرق دي شرحناها مع بعض على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك تقدر تتلع على الطرق دي عشان خاطر تقدر تحمي نفسك من الاختراك ولكن لو حصل اللي حصل وتم اختراك صفحتك زي ما اختراك صفحة هبة المصري بيتم استرجاع الصفحة بتاعتك في قل من 24 ساعة الخطوات اللي اتبعناها في استرجاع الصفحة هنقولها لك ولكن حابب اقولك انك لو ما حفظتش الفيديو ده عندك واتبعت الخطوات اللي فيه صدقني لما لقدر الله يحصل تهكير لصفحتك هتيجي تروح لمنشئ محتوى لي او لغيري هنقدم لك الخدمة دي خدمات مدفوعة لان ده حقنا انا هنا بشرح لك الفيديو بطريقة مجانية ولكن انت لو مكسل ان انت تطبق الفيديو ده او خايف هاخد منك فلوس عشان خاطر استردد لك الصفحة وده يعني ايه اه مش حاجة تعبني ولا تعب غيري طيب مبدئين كده زي ما قلت لك النهاردة هشرح لك ازاي تقدر تسترجع صفحة الفيسبوك فاقل من 24 ساعة ولكن طبعا في البداية قبل مبدأ الشرح لو انت لسه جديد معنا ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو انت قديم معنا ما تنساش دعمنا باللايك والكومنت ولو بتشوف الفيديو ده عن طريق صفحة الفيسبوك ولسه ما عملتش متابعة لصفحة الفيسبوك وما عملتش اعجاب للصفحة اتمنى انك تعمل اعجاب ومتابعة للصفحة عشان خاطر يوصلك كل جديد طيب مبدئيا كده زي ما انت شايف على قسم المنتدى الحمد لله استرجاع صفحة هبة المصري المسروقة افكار هبة المصري والحمد لله قدرنا نسترد الصفحة فاقل من 24 ساعة بالخطوات اللي هقولها لك في الفيديو النهاردة انا مش هخب عليك حاجة انا كل حاجة بشرحها بطريقة مجانية فيك انك تطبق الخطوات والموضوع سهل وبسيط وفيك انك تكسل وتدفع مقابل مادي لو انت عندك المقدرة المادية طيب مبدئيا كنا شرحنا فيديو يوم 28 على الطرق الخاصة باختراك الصفحات وهي عن طريق المشاركات وطبعا لو انت لسه ما شفتش الفيديو تقدر تشوف الفيديو عن طريق علامة الاي عشان خاطر تقدر تحمي نفسك من الاختراك ولكن لو حصل اللي حصل وتم اختراك صفحة بنقدر نعمل ايه مبدئيا كده بتدخل على جوجل وبتكتب في جوجل هنا مدير الاعمال بعد ما بندخل على مدير الاعمال في كذا اختيار هتنزل تحت في حاجة اسمها انشاء مدير الاعمال انشاء مدير الاعمال بتدوس على كلمة انشاء مدير الاعمال من خلال انشاء مدير الاعمال بتقدر تتواصل مع الدعم الفني طيب هنتواصل مع الدعم الفني ازاي؟ هوريك الطريقة وهوريك الشات اللي كان بيني وبين الدعم الفني لان انت محتاج سكرينات معينة هي اللي هتقدر تديها للدعم طيب فيه ناس ممكن تواصل للنقطة دي ومش هتلاقي فيه شات بينها وبين الدعم طيب ليه انت عندك شات وانا ما عنديش شات او ليه انت عندك شات وهو ما عندوش شات مبدئان كده انا بعمل اعلانات ممولة على الصفحة بتاعتي فبالتالي مفتوح لي دعم الاعلانات عن طريق اه اللي هي انشاء مدير الاعمال عن طريق مدير الاعمال مفتوح لي مركز مساعدة الاعمال طيب انت تقدر تعمل اعلان ممولة على صفحتك سواء ب40 جنيه تدفعه عن طريق فوري وهيتفتح لك الدعم مع مركز مساعدة الفيسبوك وتقدر توصق الحساب بتاعك ب309 جنيه وبرضو هيتفتح لك شات مع الدعم سواء توصيك الحساب هتلاقيني سايف لك اللينك في اعلامة الاي سواء الاعلان الممول كنا شرحنا قبل كده ازاي تقدر تعمل اعلان ممول والطرق سهلة جدا انك تدوس على كلمة ترويج وتشوف المبلغ اللي انت هتدفعه تدفعه عن طريق فوري موضوع سهل جدا وبسيط طيب احنا كده دخلنا على مركز مساعدة الاعمال كل اللي احنا هنعمله هندوس على كلمة الحصول على الدعم طيب انا هنا هدوس على الحصول على الدعم هيفتح معي الصفحة الرئيسية لدعم الاعمال هنا احدث المشكلات لا احنا مش هنشوف كل الكلام ده هنا حساباتي لا هنسيب برضو الكلام ده هنا بقول لك هل لازلت بحاجة الى آآ مساعدة فطبعا انا هنا اكبر الصفحة عشان خاطر تشوف معي فانا هدوس على كلمة الاتصال بفريق الدعم طيب هنا الاتصال بفريق الدعم ما المشكلة التي توجهها هيبتدي هنا احتاج الى مساعدة بشأن عمليات دفع آآ اعلانات مرفوضة شيء اخر انا هدوس على كلمة شيء اخر وبعد كده هنزل تحت مشكلات اخرى لان انا ما عنديش اي مشكلة من دول انا صفحيتي تم سرقتها فهدوس على كلمة مشكلات اخرى فهيبتدي ان هو يجيب لك الصفحات اللي هي آآ كانت موجودة على الحساب بتاعك سواء بقى الصفحة دي كانت موجودة على الحساب او انت بتتواصل مع الدعم من خلال حساب تاني يعني انا ساعتها كنت بتواصل لمدام هيبة من حسابي انا الاعلاني فطبعا كنت اختارت الحساب بتاعي او الصفحة بتاعتي عادي ما فيش اي مشكلة ولما باجي اوصف المشكلة بحط لينك المشكلة او لينك الصفحة اللي تم تهكرها وطبعا هنشوف برضو زي ما قلت لك الخطوات دي مع بعض طيب انا هنا اختارت الصفحة بتاعتي هنزل تحت هنا بيقول لك طبعا كل الكلام ده انا مش عايزه هدوس على تحميل المزيد وهنا هتلاقي في حاجة اسمها الحصول على مساعدة وفي مشكلات اخرى تتعلق بالصفحة انا هدوس على كلمة مشكلات اخرى تتعلق بالصفحة وطبعا هنا هيبتدي ان هو يطلب مني بريد الكتروني تغيير البريد المفضل لا هيطلب مني هنا بريد الكتروني هدخل بريد الكتروني خاص بي انا عشان اتواصل وهدخل ارفاق للملف ايه هو الملف اللي انا هرفقه طيب خلينا كده ندخل على الشايات اللي كان بيني وبين الدعم زي ما انت شايف كده الملف اللي انا هرفقه اللي هو الازونات طبعا انا هوريك كل الشدات دلوقتي الملف اللي انا هرفقه اللي هو سجل الازونات تمت ازالاتك من دور المسئول تمام تاخد دي سكرين وبعد كده تاخد البوست ده سكرين طبعا زي ما انت عارف البوست ده الخاص بالناس اللي بتحكر اللي هي الصفحات اللي زي دي كده تقوم معاملة مشاركة عشان ترهبك وتقول لك 24 ساعة لقفل الصفحة بتاعتك فانت تجري تدوس على اللينك وبالتالي يتم تاكير الصفحة بتاعتك كنت شرحت الفيديو ده تقدر تتلع علي طيب انا هنا خدت سكرين للبوست بتاعي او خدت سكرين للبوست سعيتها بتاع ما دامهبا وخدت سكرين للازونات طيب انا هعمل ابل سكرينات دي مجرد ما انا قدمتها في الارفاق هنا وكتبت رقب موبايل بيبتدي يفتح معايا شات الشات طبعا بيكون بالطريقة دي فانا ببتدي اكتب كلمة فبعد كده هو بيرد عليها تلقائي بنتظر بضع الدقايق او بضع ثواني وبعد كده بيتم بقى الرد علي من خلال فريق الدعم هنا بيقول لك يرجى العلم ان انا قد نستخدم بريدك الالكتروني ورقم هاتف للاتصال فطبعا هنا بيكون فيه اتصال تليفوني او اتصال عن طريق البريد الالكتروني فانا هنا دخل لي شخص فابتديت ان انا اشرح له المشكلة فابتدى ان هو يديني رقم للشكوى وبعد كده حول المشكلة دي لشخص تاني بيتكلم باللغة العربية كان طبعا استيزة شام كان من الاشخاص اللي هي عايز اقول لك ان هي لو تقدر تساعدك في لحظات بصراح ما اتأخرش ابتدى ان هو ياخد مني بعض المعلومات عن الصفحة تم اختراق صفحتي بعد كده حطيت رقم الموبايل وحطيت الايميل وطبعا ولا يهمك ستتحقك من الامر فابتدى ان هو يتحقك من الامر فعلا لا ان افيه اختراق فادل يسألني عن رقم حساب الاعلاني ورقم حساب الاعلاني ده الخاص بالصفحة اللي انا كنت بكهل له من عليها فابتديت ان انا تديله رقم حساب لاعلاني وطبعا ابتديت ان انا وبتدت ان انا اخبره وحط له اللينك بتاع الحساب اللي كانت مرتبطة بالصفحة. طيب بعد كده يمكن يمكنني تزويدك بكافة المعلومات عشان خاطر يطمنه ان الصفحة او صاحب الصفحة حد يخصيني. عشان خاطر يقدر يستردلي البيانات او يقدر يستردلي الصفحة تاني. نعم استيس حسام شكرا لانتظار وقتك. قلت له عفوا. طبعا هنا كان بيستفسر عن الصفحة مرتبطة بمدير الاعمال. طوله للاسف كان بيسألني الصفحة مرتبطة بمدير اعمال الصفحة اللي تم سرقتها. فقلت له للاسف الشديد. الشخص المحتلق قام بيزالتي من كافة الازنات. طبعا كان هو بيتأكد من المعلومة دي. طوله في انتظارك. طبعا هنا سأتصل بك لاشرح المسألة. فطبعا هنا كان في مكالمة هاتفية بيني وبينه. وابتدى ان هو اسناء المكالمة الهاتفية ان هو يقول لي ان هو يبعث لي لينكات هو بيقدم شكوى من عنده من خلاله. بيرفع الموضوع للفريق المختص. وفي نفس الوقت انا عشان خاطر ادعم الموضوع بيبعث لي لينكات. من خلال ان انا بقدم بلاغات. قدمت البلاغ من قناتي من صفحتي انا. وقدمت البلاغ من صفحة مدام هبة. بحيث ان الموضوع يتم بشكل اسرع. وفي خلال 24 ساعة الحمدلله قدرنا نسترد الصفحة. هي دي خطوات استرداد الصفحة. انك تقدر تدخل على مدير اعمال. او تقدر تدخل على كلمة انشاء مدير الاعمال. وتتواصل مع الدعم الفني. شارط انك تتواصل مع الدعم الفني. انك تكون عامل اعلام ممول او حسابك موصق. موضوع سهل. موضوع بسيط. ما تحاولش ان انت اصلا تعمل الغلط ان انت تدوس على لينكات. بدون تتأكد من مصدرها. ما تحاولش ان انت تشوف فيديو تعليمي وتتخطى. لان الموضوع ده بالنسبة لك هيكون يعني ايه كده بمثابة طوق النجاة. طوق النجاة اللي انت مجرد ما انت بتقع في مصيبة او بتقع في مشكلة بتجري على منشئ المحتوى التعليمي عشان قاطر يفيدك. فبدل ما انت تقع في المشكلة ويكون عندك رهبة. ويكون الموضوع بالنسبة لك صعب لان الموضوع فعلا رخم. تخيل لما صفحة ستة وتلاتين الف مرة واحدة تلاقيها مش موجودة. الموضوع بالنسبة لك صعب جدا طبعا. فانت لازم ان تكون على دراية بالطرق اللي انت تقدر تتعامل بها. عشان قاطر تقدر تأمل نفسك وتقدر تحمي صفحتك او تقدر تحمي اه ملفك الشخصي على صفحة الفيسبوك. ده كان موضوع الفيديو. حبيت ان انا اشارك معاكم التجربة. واقول لك على طرق استرجاع صفحة الفيسبوك في خطوات بسيطة جدا. اتمنى لو عجبك الفيديو. ما تنساش دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. واتفعل زال الجرس شان يوصلك كل جديد. واستنونا فيديوهات تاني كتير. قول عندك اكتراحات الفيديوهات اللي جاء عندك اي مشكلة. سبها لنا في تاني. زالي.